سورتي سر الصفا منبع فيه التقينا للعطاء قيبة نغري سواب الارتوان كي يدوم السعد فيها والهناء ونعيش الدفر من غي عنا أسرة يبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أحمد عبد الله وحييكم من جديد في برنامجكم أنا وأسرتي الجزء الثاني أهلا وسهلا فيكم مشاهدي قناة جمهور قناة كيف الفضائية وجمهور قناة الأرث النبوي أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله في هذه الأمسية المتجددة لازم نتحدث في خواتيم برنامج أنا وأسرتي نحن الآن في الجزء الثاني من الحلقة الخاصة بموضوع الطلاق الأسبوع الماضي كانت حلقة مسجلة أو إعادة أي حلقة مسجلة إعادة للحلقة المباشرة التي كانت الأسبوع قبل الماضي كان المفروض أن هذه الحلقة أن تكون الأسبوع الماضي لكن ظروف السفر حالت أن تكون هذه الحلقة إلى هذا الأسبوع في عملية مراجعة سريعة لما ذكر نحن تحدثنا عن قضية أن الطلاق كما أن الزواج سنة كونية الطلاق أيضا سنة كونية حياة الإنسان ليس بالضرورة أن تكون حياة دائما متمازجة مع الطرف الآخر لعل هناك من العوارض التي قد تحدث إما فجأة أو أنها تحدث بطريقة تراكمية ستؤدي بهدول الطرفين أو أحدهما أن يصل إلى مرحلة أنه مش عارف يتكيف مع الطرف الآخر مش عارف يتعايش مع الطرف الآخر فشرع الله عز وجل الطلاق ليكون حلا للأسر التي تعثر فيها الزواج أو للتي يكون الزواج عبارة عن تقليل لمساحة الإنتاجية في هذه الأسرة ولمساحة العطاء في هذه الأسرة عندما يكون الزواج عبارة عن هدر نفسي بين الطرفين فالانفصال أولى لكن هذه الحالة حالة أن الانفصال أولى ليست حالة دائمة وليست حالة كل حالة من الزواج مش عارفين يتعايشوا مع بعض بيلجأوا للانفصال ليس هذا هو المراد الله عز وجل كما شرع زواجا شرع طلاقا وكما شرع زواج ووضع معايير للوصول إلى هذا الزواج ووضع خطوات عامة للوصول إلى هذا الزواج وترك الساحة واسعة جدا 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 لمن يريد أن يجتهد في أن يبني زواجا ناجحا بشكل سليم أيضا أوجد الله عز وجل مساحة اسمها الطلاق أوجد حلا اسمه الطلاق أوجد منظومة مجتمعية اسمها الطلاق وهذا من حكمته جل في علا وأيضا أوجد لهذه المنظومة مساحة واسعة جدا من الاجتهاد في كيف تترك للإنسان بناء كيفية أن يكون هذا الطلاق ناجحا كما أن هناك من يبني ليكون الزواج ناجحا فهذا سنة من سنن الحياة وهذا سنة من سنن الحياة ليس هناك زواج بلا طلاق الطوام تحصيل حاصل ليس هناك طلاق بلا زواج لكن هذه ليست دعوة للحالات المتزوجة أن تنفصل أو أن تتطلق لا أبدا الناظر في الآيات التي وردت سواء كانت في سورة الطلاق أو في سورة البقرة أو في أي سورة من سور القرآن الكريم المتأمل للآيات لآيات الطلاق سيجد أنه كل ما ذكر في الطلاق لأنه حل لأنه مش عارفيني كيف حياتهم ويتعايشوا مع بعض أفكارهم مختلفة عقائدهم مختلفة فهمهم للإسلام مختلف فهمهم للحياة اليومية مختلف أحلامهم طموحاتهم أخلاقياتهم مختلفة الطلاق لا يعني أبدا أبدا ولا بأي حال من الأحوال أن أحد الأطراف هو أفضل من الطلاق الآخر أبدا ليس في الطلاق أفضلية لا يعني الطلاق أن هناك طرف بالضرورة أن يكون هناك طرف ظالم ومظلوم لا مش هيك ممكن يكونوا الطرفين من أروع ما يكون ومن أحلى ما يكون ومن أرقى ما يكون لكن مش عارفين يعيشوا مع بعض هذا عادي هذا طبيعي مسألة التعايش عبارة عن كيميا بحاجة أن تنصهر هذه الكيميا إذا لم تنصهر ما رح يكملوا مع بعض بالتالي الأصل يعني واحدة من أهم النقاط التي يجب أن تتغير في مجتمعنا الشرقي تحديدا عن الطلاق أنه آه أن هناك ظالم ومظلوم أن هناك يعني شخص في مكانة طلق هاي اللي يعني مكانتها تحت أو هذه الإنسانة في مكانة فعملت مخالعة أو خلع لهذا الإنسان لا مش هيك القضية ليست ليست بهذه الطريقة أبداً صحابته صلى الله عليه وسلم تطلق تعمل؟ وهم صحابته تطلق الله عز وجل آية التفريق نزلت تخيير نساء النبي بين العيش معه بين أن يتطلقنا وكل واحدة فيهم ترجع إلى بيت أبيها فبالتالي من الخطأ أن ننظر للطلاق بهذا التوصيف هذه القضية الأولى القضية الثانية مسألة وهي غاية في الأهمية لما نتحدث عن مسببات الطلاق أسباب الطلاق ومن الحلقة قبل الماضية إلى اليوم كمية مهولة جاءت من الرسائل عبر صفحتي على الاستشار الأسري أحمد عبد الله تتساءل أنه أنا عندي هذا السبب هل هذا سبب كافي للطلاق أو لا أو عندي هذا السبب خليني أحكي لكم ملخص بسيط جدا الله عز وجل شرع في الإسلام جواز الزواج من غير المسلمات أصلا ليس من ذات الدين من أهل الكتاب وهذا موجود في شرعته جل في علام لاحظوا الآن اللي بيجي بيحكي أنه أي اتنين مش متوافقين دينيا قد يقود هذا للإنفصال أو أي اتنين مش متوافقين عاداتا وتقاليدا قد يقود هذا للإنفصال أقول هذا مما ضيق به العقل البشري العربي على نفسه أنا أقول العربي الآن تحديدا ليس الإسلامي هذا مما ضيق به العقل العربي على نفسه في حين أن شريعة الله عز وجل أباحت للمسلم الزواج ممن هي من غير دينه أصلا تماما هذه الرسالة لللي بيجي بيحكو الزواج لا يقوم أبدا أبدا إلا على فاضفر بذات الدين أو إذا أتاكم أن ترضونه دينه وخلقه لا يا حبيبي الله عز وجل مشرع الزواج فتح بابا لمن يريد الارتباط من غير دينه أصلا تماما من حيث المبدأ فبالتالي يعني هونوا على أنفسكم في موضوع الزواج مش هيك الدنيا ولا هكذا تساس الأمور مش هذا موضوعي أريد أرجع للطلاق الشاهد هذه الكمية في الاختلاف توحي أنه هناك ساعة نفسية لتحمل هذا الاختلاف تماما ساعة نفسية لتحمل هذا الاختلاف في الحديث عن الساعة النفسية بيجي الإنسان بيحكي أيها هيك أنت اللي حكيتها أنا ما حكيتش لا يكلف الله نفسا إلا شو إلا وسعها أنا ما عنديش وسعني أتحمل هاي الإنسان وهي بين قوسين نكيدة أنا ما عنديش استعداد أتحمله وهو ما بيشاركنيش هواياتي فبالتالي هي بدأت تطلق وبالتالي هو بده يتطلق فأنا بحكي لهم لا أنتوا فهمين الدنيا غلط مش أنت بتحكي لي لا يكلف الله نفسا إلا آية وصعة لا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها في واحدة تانية في آية تانية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وإن نزلت في مجال الإنفاق لكن تستخدم في هذا المجال هل علمت وهل علمتي ما الذي آتاك الله يعني هل أنت تعرف عارف فعلا فعلا أنه أنت ما عندك قدرة أنك تتحمل بين قوسين نكدها هل أنت عن جد تعلمي عن نفسك أنه أنت مش عارفة تتعايش معه هل تعلمي هذا الشيء آه طبعا أنا جربت وحاولت آه أنت حاولت كيف يختي بالتجربة والخطأ وحضرتك كيف حاولت بأنك أنت استسلمت إلى طبيعتك الذكورية وأنه أنا بتحملش النكد وأنه اللي بشتغل برا البيت وأنه بدأ روح لأقل البيت هادي وأنه كذلك هذه مجموعة التعليمات والقوانين التي صدقت خطأا من قالوا أنها من حقوقك فبالتالي بدأت أنت يعني تفرض على وتدعي أنه أنت لا يوكلوف الله نفسه إلا وسعها أنه أنت مش قادر أن تتحمل لا حتى تعلم أنه أنت قادر أن تتحمل ولا مش قادر أن تتحمل بما أنه الكلام بده التركيز فلازم نركز مع الكاميرا شوي حتى تعلم أنه أنت قادر أن تتحمل ولا مش قادر أن تتحمل أنت بحاجة إلى أمرين أنت بحاجة إلى أولا دراية ومعرفة وفهم علمي للطرف الآخر شو يعني؟ يعني هذه الإنسانة التي اسمها أنثى كيف مركبة نفسا كيف مركبة دماغا كيف مركبة شخصية كيف مركبة سلوكا أنت بحاجة أن تعلم هذا لما بدك تيجي تحكي لي أنا ما عنديش استعداد أكون عالم نفس عشان أرتبط في الآخر أنا بحكي لك مبارك أنت تحمل عقلية راح تتعبك كثير تهنى حتى تعلمي أنه أنت تعرفي تتعايشي مع هذا الرجل لا لا يجب أن تعلمي علما هذا الرجل كيف تشكل نفسا كيف تشكل عاداتا تقاليدا فكرا سلوكا فهما للدين كم خطيب جمعة حكاله أنه أنت الرجل المسيطر اللي إلك كذا وكذا 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 في الدين مش كلهم طبعا كم آية فهمها غلط فبالتالي تركت عنده رواسب أنه أنا يعني أبو زيد خالي مع الاحترام لأبو زيد هذه القضية يجب أن تفهم فأنت لما بدك تتعاملي مع هذا الإنسان وبدك تيجي تحكيلي أنا مش مضطرة أكون عالمة نفس عشان أعرف أتعامل معه راح أحكيليك تهني في الدماغ اللي راح يغلبك تماما تهني في هذا الدماغ اللي راح يغلبك لأنه حتى تتعاملوا مع بعض تعاملوا مع بعض ناجح صحيح سليم خصوصا أنه متوقع أن تحدث بينكم إشكالات لا أنتوا بحاجة إلى تأسيس نفسي علمي في فهم كل الآخر طيب هل يعني إحنا طيب بدنا نمشي مع كلامك يا سيد أحمد عبد الله وبدنا نتعلم وين نروح كتب عن الفروقات بين الرجل والمرأة موجود حلقات تلفزيونية عن الفروقات بين الرجل والمرأة موجود برامج وثائقية عن الفروقات بين الرجل والمرأة موجود شروحات دينية عن الفروقات بين الرجل والمرأة موجود كل هذا موجود طيب ما نقرأ لا أنا بحبش القراءة يعني لا قراءة بتحب ولا قراءة بتحبي ولا عندك السعداد التابع ولا عندك السعداد التابعي طيب شو بدكم؟ وفي الآخر بدنا نقل نسب الطلاق إزاي؟ كيف؟ بالمنطقة كيف؟ لما قبل أسبوعين في إحدى الدول تفاكرين الدولة اللي حكيانا أنه هي عرضت على مجلس الأمة على مجلس التشريع اللي عندهم اعتماد دورات المقبلين على الزواج ورفضها المجلس لأنها تخالف طبيعة العادات والتقاليد اللي يتربها عليها ذلك المجتمع هي نفس هذه الدولة في جريدتها الرسمية خبرها القد هيك أنه وصلت نسبة الطلاق في هذه الدولة إلى 50% طبيعي ما هي هذه المخرجات لهذه المدخلات لما يكون المشرع جاهل إلى هذه الدرجة هيكون عندي هذا المخرج تحصيل حاصل طبيعي أن يكون عندي هذا المخرج طبيعي أن يكون في عندي 50% حالة الطلاق تماما؟ لذلك هل كل سبب هل كل سبب يؤدي إلى طلاق؟ لا أبدا السبب الحدث الموقف ليس له علاقة من يتصرف مع الحدث هو الذي له علاقة قصة بسيطة أحكي لكم إياها وأنا شهيد عليها على هذه القصة أقول أنني شهيد ولست شاهد شهيد لأنها حدثت أمامي أنا أعرف أشخاصها أسرة عادة لما كنا مع منظمة الصحة العالمية في مجال التوعية بإضرار المخدرات كنا نذهب إلى بعض البيوت التي نعلم أن أحد أفراد هذه البيوت عنده حالة تعاطي فبالتالي نعملهم شيء من الدعم نفسي ذهبنا إلى بيت هذا البيت مكون من سيدة ست بيت امرأة عندها ثلاث أولاد الكبير تقريبا تقريبا عمره 14 سنة وبنت عمرها 13 سنة أو 12 وبنت عمرها تقريبا 8 سنوات المدمن في هذه الأسرة هو الزوج تماما هو المدمن في هذه الأسرة هو الزوج خلينا نعود للقصة نسياقها طويل شوي بس نأخذ هذا الاتصال ثم نعود لسياق القصة من معنا معنا أمت الله من مصر أهلا يا أمت الله أهلا بحضرتك أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا أنا بس عايزة يعني أشكرك جدا على البرنامج الرائع اللي أنا بسمعه والحقيقة هو بيساهم كتير في حل مشكلات كتير في الأسر يعني أنا تعالي يا بيت جدا جدا من الناس الأفاضل يعني بتقدم البرنامج بشكل فيه ديني وفي نفس الوقت سهل ممتنع للناس كلها تقدر تتعايش حقيقة يعني بس أنا ليه طلب بسيط الحقيقة يعني أنا عايزة أعرف دلوقتي بقى التقنيات الكتير على التليفون اه اه اتسببت كتير في البيوت إن الشباب والشابات والأزواج إنهم يبقوا على علاقات خارجية كتير قوي قوي وبعدين هما بيسموا إن العلاقة دي دي حاجات عادية دي صدقات عادية ايه يعني لما يبقى الرجل له أصدقاء ايه يعني لما الشاب يبقى له أصدقاء من العالم الخارجي وخاصة للدول الأجنبية فالحقيقة ده انتشر بشكل غير عادي وده سبب آآ مشكلات كبيرة في البيوت الحقيقة آآ وبيحصل بسبب بسبب ده الحقيقة انفصال كتير صحيح وبعدين مطلوب من الزوجات إنهم يكونوا آآ دماغهم آآ كبيرة بالمعنى المصري يعني هي عاوزة عاوزة دماغ متضخمة مش بس كبيرة ايه فأنا نفسي أعرف هل هل ده يحل للأزواج إنهم يبقى لهم أصدقاء من العالم الخارجي خاصة الأجنبيات والكلام ده ولا ده يعني ايه في زماننا ده الحقيقة نعلمه في زماننا والعيب فينا مش عارف أقول ايه الحقيقة طيب بصي أمت الله أنا عاوز أقول لي أول حاجة يعني اسم أمت الله يعني اسم جميل ربنا يا ربي يكرمك بأن تكوني أمتا عند الله عز وجل أسأل الله عز وجل لك القبول في الدنيا والآخرة سؤالك حتى أنا أكون واضح في الإجابة سؤالك شرعي يعني هل يجوز شرعا أن يكون لهم علاقات من خلال الوسائل الوسائل التقنية واللي أنت بتسألي من ناحية نفسية تربوية لأنه لو سؤالك شرعي فده بتخصص الأهل الشريعة مش تخصصي أنا فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون أنا أتكلم بحتة تانية خالص أنا أتكلم بأثر العلاقات دي على المجتمع من ناحية أسرية وتربوية فمين فيهم سؤالك راحت أمات الله ما فيش مشكلة بدي أعود للقضية للقضية اللي ذكرتها أمات الله في قضية أنه أو بيش بدي أعود بدي أخذها كمثال أنه موضوع الإبحار عبر الوسائل التقنية وبناء علاقات من خلال هذه الوسائت وأثره على الحياة الأسرية خليني أكمل قصة الشخص اللي تعاملنا معه كمدمن ومن ثم نعود إلى هذا المثال هذا البيت حكينا فيه أم وثلاث أطفال طفلتين وطفل تعاملنا مع هذا البيت في حالة على الرغم من أنه هذا البيت متواضع لكن في حالة من التعامل الراقي جدا في حالة من البرستيج على بساطتهم في حالة من البرستيج في التعامل في حالة من الكرم في استقبال الضيف على بساطتهم كل هذا موجود أثناء ما كنا جالسين نعمل نشتغل في المشروع يجي الزوج الذي أصلا يعاني من حالة إدمان فكان أنا أحد أسئلتي لأسئلتي للأم أنه إيش اللي صبرك إيش اللي مصبرك على زوج مدمن يعني أنت صابرة واضح أنه أنت اللي ما يخد دور الأم والأب مع الأولاد شو اللي مصبرك فهي تكلمت كلام طويل كلام يمكن يعني لا يقوله منظرين في مؤتمر في التربية خلاصة هذا الكلام أنه هي علمت عن نفسها علمت عن نفسها أنها تستطيع الاستمرار مع هذا الإنسان فاستمرت وأنقذت بذلك أولادها حالة الإدمان جاءت وبعدين تماما في المقابل في إنسانة بس لمجرد ذكر كلمة أنه قد هذا الإنسان يدمن على الكمبيوتر لسه مش على قضاء يدمن على الكمبيوتر لا 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 أنا مش مستعدة أرتبط فيه أنا بدي أن أنفصل منه هذه علمت عن نفسها وهذه علمت عن نفسها ليس هناك موضوع سيقود للإنفصال هناك أشخاص قادرين على التعامل مع هذه الموضية أو مش قادرين على التعامل مع هذه الموضية سأعود لسؤال الأخت أمت الله لكن بعد هذا الفاصل صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعي مع هذا الفاصل حياكم الله أهلا وسهلا فيكم من جديد أعود لسؤال الأخت أمت الله الإبحار عبر الوسائط التقنية بناء العلاقات من خلال العالم الافتراضي أثر هذا الكلام على بنية الحياة الأسرية الوسائط التقنية وسائل محايدة وليست وسائل متحيزة كل هذه الوسائط وسائل محايدة فإما للمبحر فيها أن يعود بلا آلئة إيجابية أو أن يعود بزبد كزبد البحر ليس له أي فائدة الأثر التربوي الأسري على الحياة الأسرية نعم هناك من عاد بأثر إيجابي وهناك من عاد بأثر سلبي هذا أكيد الوقت الذي يقضى على هذه الوسائط أنا من أجمل المقولات التي أعجبتني أنه قبل أن ترتبط بإنسان أو بإنسانه عليك أن تفكر جيدا لأنه هذا الإنسان اللي بدك تطلع طول النهار تطلع فيه وهو بيتطلع في موبايل أو هي تطلع في موبايل تماما أحد الأطفال حاول هيك جاهدا أنه يعمل كهرباء في البيت يعني أن يشعل الكهرباء في البيت يعمل شرط تماس كهربائي في البيت فلما سألته ليش أنت بتعمل هيك فقال بلغته البسيطة بلغة البريئة بلكي ماما لعل ماما يعني تنتبه لنا تترك الواتساب تماما فهو حاول يعمل مصيبة في البيت مشان أمه تنتبه له الإبحار عبر الوسائط هذه هي من المصائب وليست من المحاسن وفق الاستخدام من المصائب التي بتلينا بها والتي أصبح لابد للأسرة أن تتكيف معها بشكل سريع وعاجل هناك من الناس من يستطيع أن يتحمل معيشة فيها هذا الإنسان المدمن على هذا الإبحار أو هذه الإنسانة المدمنة على هذا الإبحار وهناك من لا يستطيع إذن ليس هناك سبب تماما لو بدنا نعدد لكم الأسباب في أسباب لا يمكن إلا أن تصنف في خانة الأسباب التافهة كسبب لكن الإشكالية ليست في هذا سبب التافهة المشكلة فيما نستخدمه كسبب للانفصال شو يعني أنه يصير حالة انفصال ومعركة وبشكلة وقضاء ومضاربة ليه لأنه أم العريس يوم العرس لا أنت غصبا عنك بدك ترقصي على هذه الأغنية تحديدا والعروس ما رضيت قلتم شو عمل هذا يحدث مجتمعيا هذا يحدث مجتمعيا في المقابل هناك من تحملت أعتى أنواع الظلم هناك من تحمل أعتى أنواع الظلم ما طالب بالانفصال وما طالبت بالانفصال طيب ما هي أداة القياس أيوة أداة القياس هي الله عز وجل لما أوجد الإسلام أوجد الإسلام لحفظ المصالح الخمس عقل مال جسم الروح الدين طيب هدول للمجتمع وللفرد الأصل في الزواج أن يساهم في حفظ الخمس وتنميتها الأصل في الزواج أن يساهم في حفظ الخمس وتنميتها بس الخمسة تبعت مين؟ تبعت الرجل؟ ولا تبعت المرأة؟ يعني الزواج لما سيساهم في حفظ المال مال الرجل ولا المرأة؟ ولا التنين؟ طيب إذا التنين معناها صار عندي عشرة اثنين مال اثنين نفس اثنين روح اثنين جسم اثنين دين تماما مش واحد يطلع الثاني عن دينه لا ولا واحد يطلع روح الثاني لا ولا واحد يعمل نزيف نفسي عند الآخر ولا واحد يعمل يرهق جسدا الآخر ولا واحد يرهق مال الآخر تماما إذن هناك مصالح عشرة يجب أن تراعى إذا كان الزواج يضر في العشرة فالانفصاله أولى وصلت إذا كان الزواج يضر في العشرة فالانفصاله أولى طيب هو مين اللي راح يحكم أنه الزواج يضر في العشرة ولا لا يضر في العشرة الزوجة اللي شايف في حالها بين قوسين مظلومة بتعليمات زوجها الزوجة اللي شايف في حالها أهوى لما تزوجني أخذ فلوسي هي اللي حتحكم هيك طب يمكن ما عملش هيك يمكن هذا افترة يمكن هو عمل أكتر من هيك بكثير مش هذا وارد وهذا وارد هو اللي بده يحكم أنه هي نكدة فبالتالي أنا بطلت أتحمل وأنا عندي حالة نفسية صعبة وأنا مش متحمل أني أرجع على البيت إحنا عادة ما الرجال ما بيحكوا هذا الكلام وعادة ما بيكونوا هم السبب في هذا الكلام تكونش هي هل يترك قرار أن الزواج يضر في المصالح العشر للزوجة التي ترى حالها مظلومة أو للزوجة الذي يرى حاله مظلوم أو لا أو لازم يكون في حد كلامي يوحي بأنه لازم يكون في حد لأن الأزواج هيزعلوا بل الله وبدنا نجيب حد يفوت عنا في داخل البيت ويعيش معنا فيشوف إحنا عايشين كويس أو مش عايشين كويس ما هو الآخر وما آلية التعامل معه وإعطاءه مساحة وقت للردود الأفعال لأنه إحنا نتكلم عن سلوك بشري ما فيه إشي اسمه كبسة زر ولا فيه إشي اسمه واحد زائد واحد وساوي اثنين في السلوك البشري لا يحتاجوا إلى فترة لتطبيق ما تعلموا أو شيء للتعلم ثم لتطبيق ما تعلموا خلصنا هاي تعلموا وطبقوا وأعطوا هامش وما فيه نتيجة أيوة الآن نأتي إلى وقت ميرو بينكم بمعروف مش هم اللي بيحددوا هل هذه الحالة لها الانفصال أو ليس لها الانفصال اللي بيحدد هي الجهات الرسمية التي تعرض عليها حالة الانفصال أنه يا جماعة إحنا تطلقنا أو نريد أن ننفصل أو أنا تلفظت بلفظ الطلاق وتعالوا يا جماعة يلا أنا هاي رايح أستفتي هل هذا الطلاق يقع ولا لا يقع تعالوا يا جماعة نجيب الطرفين هذا اللي لازم يصير مش هان الله بس نجيب الطرفين وبنعمل دراسة حالة طيب هذا الكلام قد يش بدي أخد وقت ما ياخد وقت ما ياخد وقت ما شو المشكلة أنه ياخد وقت إذا حضور ببارا بروحولها قبل بساعتين وثلاث ساعت بقعدوا في المدرجات تحت الشمس خير إن شاء الله ما عندناش متخصصين اعملوا متخصصين الكادر لا يسمح في المحاكم الشرعية زيدوا الكادر في المحاكم الشرعية مش قضية بس ما هو في المقابل لما تعرض مئة حالة على القضاء الشرعي في ذلك اليوم في كل البلد ويرجع من هذه الحالة تمانين حالة انفصلوا وتطلقوا واللي يرجع منهم تمانين حالة عم بيعيدوا التفكير مرة أخرى في حياتهم من جديد مين فيهم اللي صح ليش ما هذه الجهات القضائية تشبك أنوية أنوية إصلاح أسري في داخل المجتمع إنه هاي الأسرة آه روحولي على المكان الفلاني يلا خلي أعملكم دراسة حالة بعدين ابتجونا احنا بحاجة إلى هذه المنظومة بحاجة إلى منظومة إعادة التفكير مرة أخرى لكن قضية قرار الطلاق قرار الانفصال طول ما هو قرار فردي النسب ترتفع ليه؟ لأنه هذا الفرد محدش عن بيعلمه ولا هو رايح يتعلم كيف يتعامل مع الطرف الآخر وصلت؟ طيب أنا الآن بمناسبة أنا هذه كلها كانت مقدمة بس ما شاء الله أسهبنا فيها هذه المقدمة أنا بدي أوصل المراحل النفسية الانفصال المراحل النفسية الانفصال ثلاث مراحل ويتفرع منها مرحلتين صغار مرحل الأولى الإنكار حالة الإنكار من الاثنين أول ما يوصل معهم حالة الانفصال بيحاولوا قدر الإمكان أن ينكروا هاي المشاعر وهي بتكون يعني مرحلة بسيطة مرحلة مؤقتة أنه بصير عملية إنعكاس لهذه المشاعر فممكن واحد فيهم إذا كان شخصية انطوائية يصير شخصية اجتماعية فجأة أو العكس إذا كان شخصية اجتماعية فجأة يصير شخصية شخصية انطوائية بعدين حيدخلوا في مرحلة اسمها مرحلة التبرير إنه كل واحد بصير يدور لنفسه على مبرر أنه ياه والله أنا كايم متحمل كثير وهي بصير تحكي ياه والله أنا من الصابرين من السبعين ألف اللي بدون يدخلوا الجنة هذول الذين يعني لا يكتونوا ومش عارفوا إيش مالهم لأنني بس صبرت على فلان أو ممكن يفوت الجنة قبلها ترى بالمناسبة أو الشاهد إلا مش هذا موضوع هذه الحالة حالة التبرير هي حالة دغضغة للمشاعر الداخلية لأنه لا يمكن إلا أن يكون الانفصال عبارة عن شرخ نفسي لا يمكن إلا أن يكون هيك لا يمكن إلا أن يكون هيك فبدخلوا بحالة من التبرير الذاتي محاولة للطبطب النفسية على الذات إنه لا أنا كويس أنا كويس أنا كويس وهذه كلها ترى هذه المراحل الطبيعية جدا وسليمة جدا نحن لا نحكي أن هذه المراحل هي مراحل خاطئة لا بعد التبرير هنا إذا في مرحلة التبرير هذه المرحلة من الحوار الذاتي إذا كان الإنسان يحاور ذاته والشيطان ثالثهما سينتقل منها ويخرج منها إلى حالة التعميم فبطلع الرجل بيحكي كل النساء هيك ولا واحدة فيهم عليها أمان ولا واحدة فيهم مش عارف إيش حالة التعميم هذه حالة صناعة إبليسية مئة في المئة ما شاء الله أو بتطلع هي تحكي أنه كل الرجال هيك لا تأمنوا لو أحد من الرجال أنا اللي تحملت أنا اللي عملت وليس بس هاي المشكلة يبدأ هو ينفث هذه السموم في المجتمع وهي تنفث هذه السموم في المجتمع والتنين يتغافلوا أن ما حصل معك وما حصل معك هو عبارة عن حالة فردية لا يمكن أبدا جعلها مصطرة لمجتمع لا يمكن أن تكون مصطرة للمجتمع في حالة التبرير أحيانا يحدث حالة اسمها لانهيار في وسط حالة التبرير في المرحلة الثانية أحيانا يحصل حالة اسمها لانهيار الإنسان يصل لمرحلة من الاستسلام الكامل للمشاعر السلبية فبدخل في حالة اسمها الانهيار النفسي هذه الحالة عند بعض الحالات أو عند بعض الشخصيات قد تقود إلى حالة من الكآبة تنتقل إلى حالة اكتئاب عفان الله وإياكم وهناك من الناس من يتعامل مع هذا الموضوع لأنه ابتلاء من الله عز وجل فهي فرصة لتعلو أكثر وأكثر فيخرج من حالة الانهيار هذه إلى درجة قوية بجاهزية نفسية للحياة المستقبلية هذه المراحل الثلاث لحالة ما بعد الانفصال كيف نجنب الأبناء مشكلات الانفصال قضية غاية في الأهمية لا يمكن أبدا أبدا مقارنة حس الأب في البيت والانفصال لا يمكن لا يمكن أبدا أبدا تكون طبطبة العم ولا العم ولا الجدة كطبطبة الوالدة على ظهر ابنها أو على ظهر بنتها لا يمكن لا يمكن أبدا لأي قصة قبل النوم أن يكون لها معنى كقصة الأب اللي بيحكيها لابنه لا يمكن لا يمكن إذا كنتوا التنين عاقلين وإذا هذه يعني إن شاء الله تكون ظرف لما يستقبل من الزمان تكونوا عاقلين في المستقبل إذا كنتوا عاقلين ابعدوا الأولاد ابعدوا الأولاد عن المشكلات اللي بينكم ابعدوهم والله في عالم المدارس في عالم المدارس لما نكون جالسين ويأتينا قرار محكمة بمنع الأم من رؤية أولادها ولا منع الأب من رؤية أولاده ومنع الأب من المجيء على المدرسة والسؤال عن أولاده ومنع الأم من المجيء على المدرسة والسؤال عن أولادها وفي نفس الوقت في نفس الوقت يجي الطفل ويجي الطالب يحكي طب ممكن أحكي مع ماما ونشوف في عينه كل انكسار الدنيا هو بحاجة أنه يحكي مع والدته وهناك قضاء مش عارف شو هو بيحكي منوع والدته تحكي معه بأمر لأن القضاء يقف مع الأب وين البعد البشري في الموضوع يا جماعة ليش هدول الناس هدول الأولاد اللي الجد والجدة هم أول من ينتقم من هؤلاء الأولاد لما يحكوا لابنهم ولا يحكوا لابنتهم ارميلوا ولاده يدبر حاله فيهم أو ارميلها ولادها يدبر حالها فيهم خافوا الله يا جماعة هدولا مش ورق شدي يرمى هون وهون لو كانوا الطرفين الأب والأم نوين يذبحوا لو كانوا نوين يذبحوا الأولاد ما لهم علاقة ما لهم علاقة ما بصير الأولاد يكونوا هم هم اللي ورقة الضغط كلهم على الآخر هذه جريمة انتوا بتعملوها انتوا التنين عبد الله بن الزبير بن العوام ابن مطلقة ابن مطلق الزبير بن العوام طلق أسماء بنت أبي بكر وما صارت كارثة ولا خرج الولد يعني عنده انحراف لا سمح الله ولا عنده جنوح أحداث ولا كانت هذه الأسرة مفككة ولا شيء بالعكس شخصية متوازنة شخصية قوية شخصية رائعة شخصية وقفت في وجه الطغاة في ذلك الزمن إذا استطعنا أن نجنب الأبناء مشكلات الطلاق على الرغم آثار الطلاق النفسية آثار الانفصال نعم ستؤثر على الأولاد لكن دراسيا وإحصائيا يا جماعة الأسر المفككة اللي فيش فيها طلاق لكن فيها تفكك أبناءها عندهم مصايب أكثر بكثير من الأبناء اللي اتفق الزوجين على تربية الأبناء لكن انفصلوا هما عن بعض هدول يختلف عن هدول رائع جدا يكون الزوجين متفقين على تربية الأبناء رائع جدا رائع جدا أنه كل واحد يعزز في الطفل مكانة الآخر عنده مش بالضرورة أنت تحبها ومش بالضرورة أن هي تحبك لكن بالضرورة أن تعزز مكانتها في نفس ابنك بالضرورة أن تعززي مكانته في نفس ابنك أو في نفس بنتك ما بصير صارش تيجي الأم تحكي لابنها لما تكبر تعرف شو كان أبوك وللما تكبر تعرف شو كانت أمك مصيبة هذه مصيبة إذا بدنا بدنا الطلاق يكون صح إذا بدنا الطلاق يكون مبني بناء سليم لازم في دائرة متفقين عليها مهما كانت خلافاتنا لهي دائرة الأبناء اتفقنا على دائرة الأبناء وقتها بيكون هذا الطلاق ناجح قضية غاية في الأهمية في وجود الأبناء في وجود الأبناء لا تحلم أيها الزوج ولا تحلم أيها الزوجة إنه ما يضل في علاقة بينكم حلوك كلام؟ كيف؟ هو اسمه فلان ابن فلان هي باسمها فلانة بنت فلانة بنت فلان شئت أم أبيت شئتي أم أبيتي بدها تفوت مستشفى هذا الطفل بد يفوت مستشفى هذا الطفل بد يدرس جامعة بدها تدرس جامعة في قرارات مشتركة غصب عنكم مش بكيفكم التنين حتحضروا عرسة ولا حتحضروا عرسة فإنسوا إنه لا 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 أبوها ولا أبوه عمر ما بدي أتعرف عليه ولا يكون في بينه وبينه علاقة مش بكافك مش بكافك ولا بكافك يا بتدروها هذه العلاقة في بيوتكم بشكل صحيح يا بتدروها في المحاكم بشكل صحيح وفي المحاكم ما توقعش إنها ستدار بشكل سليم تماما لا أتوقع فلذلك بدكم مصلحة الأولاد حابين هالأولاد يكونوا في أفضل ما يمكن اتفقوا عليهم هم اتفقوا عليهم هم أنتوا كأشخاص عنكم لا اتفقتوا اتفقوا علي الأولاد ما أنكم قررين الانفصال اتفقوا علي الأولاد لأنه هدول الأولاد النموذج اللي حياخدوه في حياتهم إنه الأب عايش في مكان والأم عايش في مكان اتفقوا علي الأولاد إذا قدرتوا توصلوا لهاي المرحلة بيكون الطلاق اللي عملتوا طلاق ناجح و بدي أرجع للمقول اللي حكيتها ابتداء طلاق ناجح أفضل مليون مرة من زواج فاشل تصبحوا على خير كي يدعو ما السعد فيها والهنى ونعيش تغرب من غيئنا قسرة يغمرنا شكرا